السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عباد الله هذه نصيحة لعامة المسلمين والمؤمنين نصيحة لكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته أن داب المسلمين جرى أن إذا أتوا يقرؤون كلام الله ويتلون كتابه قدموا بين يد تلاوتهم استعاذة بالله من الشيطان الرجيم وهو المعروف المحفوظ عند الناس أن يقول القارئ إذا أراد أن يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يشرع في قراءته كذلك عند كثير من الناس إذا دخل في الصلاة كبر ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ ما تيسر له من القرآن فعباد الله هذا مجلس في هذه النصيحة أن وراء هذا ما وراءه من خبث الشيطان وأن الناس خالفوا أمر نبي الله فيها وأن الآية التي في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كان عمل نبي الله عليه صلوات الله على غير ما عليه الناس اليوم بعلمائهم وعامتهم خالفوا فيها نبي الله وخالفوا أثره وسنته فضلوا وأضلوا ففي مجلس فصلنا فيه نضع لكم بحمد الله وعونه فصل هذا المجلس وتفصيله في رابط هذا اللال المسجل نصيحة لله أن يتنبه العبد لا يذكر اسم الشيطان إذا أتى يتلو كلام الله أو أتى يصلي بين يدي الله عامة الناس يحفظون ويظنون أن نبي الله كان على ما هم عليه إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويظن الناس جميعا بعلمائهم وعامتهم أن نبي الله كان على هذا ويظنون أنهم أخذوا هذا عن نبي الله وقد استبان بالحجج البينات من الآثار والكتب التي بين أيدي الناس أن نبي الله عليه صلوات الله ما كان على هذا وحفظ عنه أنه ما استعاذ عند تلاوة قط وأن ذكر الشيطان عند تلاوة الكتاب مدحة للشيطان لا مذمة له فعلى كل عبد مؤمن أن يعلم هذا وأن ينتصح لنفسه في رابط هذا المسجل ساعات لتفصيلها وبيانها من كتاب الله وآثار نبي الله وآثار الصالحين الذين كانوا مع نبي الله الذين استمسكوا واتبعوا ولم يحدثوا فعبد الله اصبر على نفسك وطهر نفسك ومجد اسم ربك وكبر اسم ربك ولا ترفع ذكر الشيطان عند الله ولا تقدم ذكر الشيطان إذا تلوت كتاب الله ولا إذا دخلت على الله في صلاتك عبد الله لا تدخل على الله بذكر عدوه عنده لا تتل كتابه باستئذان عدوه عنده عبد الله قد سمعت ساعات مفصلات بعون الله اصبر على نفسك مصلحة نفسك ومنفعة نفسك وموعظة نفسك اللهم ولايتك ورحمتك لعبادك المؤمنين اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور وأبذلنا بكل خطأ صوابه وبكل ضلالة هدى وبكل باطل حقه وأحسن اتباعنا لنبينا عليه صلوات الله وبصرنا بآثاره وأتبعنا أثره وسنته وأرنا مناسكنا وتب علينا سبحانك إنك أنت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر